لو عايز تاخد جوائز من غير ما تعمل اي حاجة ففرصة جات لك لحد عندك مع الورلد شامبيونشيب بيكم واذي انت بتتوقع فيها نتائق دور المجموعات او الكروب ستيتج بتاع الفرق المشاركة في البطولة ولو جبت كل التوقعات بتاعت البطولة صحة بتاخد كل الالتيميت سكنز الموجودة في اللعبة ودي هدية مش قليلة في كل اللي عليك تعمله انت تدوسها الموقع اللي تحت في الكومنت هيفتح لك الصفحة بتاعت الورلد شامبيونشيب بيكم دي هتتأكد انك تعمل لوجن باسم الاكاونت بتاعك والباسورد وتدوس لوجن هتطلع لك الصفحة دي اللي بتقول لك فاضل عشرين ساعة عشان تعمل فيها وتحدد فيها البكات بتاعتك يعني انت لو بتلحق هتدوس على الميكبيكس هتفتح لك الصفحة بتاعت الجروب س وهتظهر لك الفرق اللي انت مفروض بترتبه مع لحسب الطوقات بتاعتك وطبعا هنا انا هحاول اساعدك بس طبعا القرار الاول والاخير بيرجعلك وعندنا هنا في جروب اي عندك الاف بي اكس ان عادتهم رقم واحد على المجموعة دي واحد من اقوى الفرق في البطولة ومن واحد من اقوى برضه الفرق في الال بي الو مرشح ان هو ياخد الورلد شامبيونشيب السناني وبقوة فيستحق المتكز الاول برضه ممكن تحط دي كيف فريق كوري اللي انا حطه رقم اثنين برضه ممكن تحط الفريق الاولاني بس انا متوقع ان هو هيصل قدام اف بي اكس في المواجهات المباشرة رقم تاتة واربعة في المجموعة دي اعتبروا فيها منافسة كبيرة جدا فريق روج ضد فريق سي ناين وطبعا سي ناين ادى اداء كويس في البطولة وفي لات كتيرة بتحطاها رقم ثلاثة بس سرعة نفسي حطت روج رقم ثلاثة لان انا بشجع الفرق الاوروبية واصخ فيها اكتر من الفرق اللي جاية من نورس امريكا اللي بتروح تاني يوم على طول بترك حزي الطيارة بتروح بالنسبة لجروب بي عندك انت ايدي جي حط رقم واحد البل طبعا متفوق على الالسي كي في الوقت الحالي خصوصا ان انه تي ون مش في مستوى المواجهود يعني مستوى نازل معلش فكر نازم نقولي الحقيقة مستوى نازل ما بقى ازاي الاول وهتلاقي ان ايدي جي واخد المركز الاول في المجموعة دي وبعدها على طول فريق تي ون الكوري إنه من المركز الثالث أنا مديه طبعاً 100 Thieves فريق NA فريق أقوى بكتير من فريق The Motonation باليستيشن اللي في المركز الرابع دا ملوش أي لازمة سيبك منه ويحطه في الآخر القاع خالص وكل اللي هيلعبه عاي سقف على فخاذه في سبوك دا في الرابع ويخده عليه بوينتال المجموعة سيبقى دي واحدة من أقوى المجموعات أنت بتعرفش مين فيهم هيكون الأول ومين فيهم هيكون الأخير ممكن أي حاجة تحصل بس أنا عن نفسي سيبقى أن RNG أقوى واحدة في المجموعة وأقوى ثريق في المجموعة هو اللي هيتصدرها ومن بعدها على طول حاس أن PSG تلعاً هيأخذ المركز الثاني فنعتك هيأخذ المركز الثالث وممكن هانوى يأخذ المركز الرابع بس مع الحلم أنه ممكن هانوى لايف دا يأخذ المركز الأول ما تضمنش إيه اللي ممكن يحصل في المجموعة دي بالذات خصوصاً أن في ناس كتير بتقول أن RNG مش زي الأول مش زي السنين اللي فاتت مستوهم واقع يعني بالحلو في الموضوع أن دي مجموعة كلها قوية جداً وحنشوف مزوش نظيفة جداً وحماسية نروح بقى الآخر مجموعة وهي جروب دي وطبعاً جين جي أول فريق في المجموعة دي فريق LCK محترم وعندك ماد لايونز في المركز الثاني واحد من أقوى فريق أوروبي في الوقت الحالي وهو المرشح أنه يعني يكلم عن فريق أوروبية دا الوحيد المرشح أنه ممكن يأخذ البطولة السنة دي يعني في ناتك ممكن بس أضعف شوية رقم ثلاثة أنا بتدي الـ LNG eSport وده أدى أداء عالي جداً في التصفيات اللي لعبها خصوصاً لما لعب قدام هانواء اللي هو HLE ده eSport أدى بأداء عالي جداً وأداء وكان واضح أنه هو فريق تقيل مش فريق سهل بس نحطه في المركز الثالث لأنه ما ظنش أنه هيكسب ماد لايونز أو جين جي هو ممكن يكسب ماد لايونز يحضر البطولة أول يوم ويخلاقوا على طول يروحوا ويتفرجوا على البطولة من بيوتهم فخليهم في المركز الرابع خد عليهم بوينتس مستريح وده رأيي الشخصي لو أنت شايف حالة غير كده عملها وفي الآخر هتتأكد أنه هو عمل سيفينج فوقه على الشمال وتتأكد أنه هو عمل لوك للبيكات بتاعتك يعني حفظها عنده ويبقى كده أنت عملت البكيم بتاعتك طبعاً أنت عندك الحرية كاملة أنت تغير البكات على حسب أراءك وعلى حسب توقعاتك شوف أنت عايز تعمل إيه وعمله بس يا ريت تعمل لنا اللايك وسبسكرايب والحلقات الحلوة اللي بيقولها كل اليوتيوبرز دول يعني اللايك هيساعدنا جامد خش معنا دي سيرفر ديسكورد هتلاقيه تحت مرضو تحت اللينك بتاع الموقع البكيم ده وشوفك بإذن الله في الفيديوهات الجاية مع السلامة